كما نددت الخارجية الروسية بما وصفتها بالهجمات الإرهابية على الكريملين وقالت الخارجية إن الأراضي الروسية تعرضت لحملة تخريب أوكرانية غير مسبوقة مشيرة إلى أن الهجوم على الكريملين لن يمر دون رد جو ثابت ينضم إلينا من واشنطن للمزيد عن اتهامات موسكو لواشنطن بالوقوف وراء هجوم الكريملين تفضل جو صحيح فضيلة بعدما استمعنا إلى موقف البيت الأبيض الذي كان واضحا لا لبس فيه بأن ما تزعم به موسكو هو محد كذب في الواقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السي اي اي ويليام بيرنز كان مساء أمس اجتمع مع مسؤولي لجنتين الاستخبارات والأمن في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس هنا وأبلغهم بأن أحدا لم يحاول اغتيال الرئيس بوتين لبل ذهب أكثر من ذلك ليقول بأن ما حصل فوق الكريملين هو عمل مدبر من قبل الرئيس بوتين لأهداف كثيرة هناك سيناريوهات عدة فضيلة يتم التفكير فيها حاليا فهي أما عمل مدبر من قبل الرئيس بوتين لكي في الواقع يجعل الشعب الروسي يعاني ثقل الحرب في أوكرانيا والخيار الثاني الذي في الواقع يدق نقوس الخطر هنا يمكن أن تكون عملية انقلاب دبرها أحد ضباط الجيش لكن في الواقع الجميع يعلم في واشنطن استمعنا في الساعات الماضية إلى كبار مسؤولي البنتاجون والسي اي اي وحتى وكالة الاستخبارات الوطنية بأن الجميع يعلم بأن الكريملين هو أشبه بقلعة محصن بأنظمة دفاعية جدا متطورة هو ليس كالبيت الأبيض على سبيل المثال هو الرئيس بوتين لا يتمشى في البحة في الحديقة الخلفية للكريملين كما يفعل الرئيس بايدن والجميع يعلم بأن بوتين لا ينام في الكريملين ولا حتى أنه يعمل في الكريملين ولذلك فأن كل التكهنات تقول وكما قال بلينكين بأن رائحة الكذب تفوح من هذه القصة إذن باختصار الواشنطن لا تقبض هذه القصة بجد لبل تذهب أبعد من ذلك التي تقول بأنها عمل مدبر داخلي من خبل بوتين أو ربما محاولة انقلاب ضده شكرا جو تابت في واشنطن